بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي سيحدث إذا طرى الوحش بركان يوليوستون الهائل إذا طرى هذا البركان الهائل يمكن أن يقتل طوران هذا البركان الهائل ما يصل إلى 90 ألف شخص في لحظة ويخلق سحابة رامات كتيفة من شأنها أن تغرق النباتات في شتاء نووي وقد يبدو بركان يوليوستون في المتنازع الوطني يوليوستون جميلا لكنه يحتوي على قوة كبيرة ويعتقد الباحثون أن لديه القدرة على حدود واحدة من أكبر الانفجارات فتكا في تاريخ البشرية على الرغم كما يقولون أو من حسن الحظ كوكبنا أنه ظل هذا البركان الهائل خامدا لأكثر من 600 ألف عام لكن بعض العلماء الآن يخشون من أن العملاق النائم قد يستيقظ يوما ما وسيطلق العنانة لفوضى العالمية ويتصاعد الضغط تحت يوليوستون على مدى 100 ألاف من السنين وستبدأ الحرارة المتصاعدة من أعماق البركان في الارتفاع وتدوب الصخور المنصهرة تحت سطح الأرض مباشرة ومع ارتفاع الحرارة في القلب فإنها ستخلق مزيجا من الصهارة والصخور والبخار وتاني أكسيد الكربون وغازات أخرى في النهاية ستبني قبة تحت السطح مما يؤدي إلى ارتفاع الأرض ارتفاع أو انتفاخ وتصبح مرئية وهي على وشك الانفجار وإذا بدأ البركان بالانفجار فإن الولايات المحيطة كما يقول البحث أو كما يقول الباحثون الولايات المحيطة بمنطانا وإذاه ستغطى بالصهارة البركانية والرماد وفقا كما قلت لهاوس توف ووركس وسيقتل الانفجار الأولي 90 ألف شخصا على الفور لكن هذا لن يكون سوى بداية العاصفة وسينشر الانفجار طبق من الصهارة بطول ثلاثة أمطار عبر 1600 كيلومتر وهذا يعني أن رجال الانقاد حسب ما يقولون سيكافحون للوصول بهذه المعطيات كيف يكافح رجال الانقاد الوصول إلى موقع الانفجار أو ما سيعرض المزيد والمزيد من المدنيين للخطر وقال هاوس توف ووركس ربما يواجه رجال الانقاد صعوبة في الوصول إلى هناك وسوف يمنع الرماد جميع نقاط الدخول من الأرض وسيؤدي انتشار الرماد والغازات في الغلاف الجوي إلى إيقاف معظم الرحلات الجوية ويبدأ الشتاء النووي عندما يتم نقل الكثير من الرماد والحطان من الأرض إلى الغلاف الجوي وقد يتسبب هذا في حدوث تحول مناخي لأن البركان سيطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي والذي يمكن أن يشكل رادادا كبريت أن يعكس ويمتص ضوء الشمس وفي النهاية سيؤدي هذا إلى انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الكوكب مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على زراعة المحاصيل وفي النهاية انتشار المجاعة وأشار الموقع هاوس توف ووركس إلى انخفاض درجات الحرارة أن انخفاض درجات الحرارة سيؤثر بشكل كبير على امداداتنا الغذائية ويقضي على المحاصيل ويلقي بالسلسلة الغذائية في حالة سيئة من خلال ترك أولئك في القاع مع القليل من الطعام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته